القانون التأهلي الذي طرحه الرئيس نبيه بره منذ فترة خلطة سياسية طائفية تعتمد الانتخاب عبر مرحلتين الأولى على أساس الطائفة والثانية على أساس النسبية الكلام لعدو تكتل التغيير والإصلاح جابي ليون نحن هذا من ضمن السلسلة الأنظمة التي اقترحناها للخروج من الأزمة وللوصول إلى نظام انتخابي أو قانون انتخاب يؤمن العديلة ويزيل الخلل الذي عم يعاني منه المرحلة الأولى هي مرحلة تأهيلية تتم بالقضاء الأقضية الموجودة عن كل مقعد ينجح الأول والثاني بنظام انتخابي اختياري أكثر يعني كل قضاء ينتخب عن كل مقعد الأول والثاني وهذا يتم على أساس طائفة في الدورة الثانية النظام بيكون نسبة اللي نجحوا بأول دورة أو اللي يتأهلوا بأول دورة بينتزموا بلواقع ممكن يكون ليحتين وحتى ممكن أكتر إذا مش مكتملين إذا اللواقع مكتملة سيكون في ليحتين أكيد بينتزموا بلواقع والدائرة بتصير أكبر ويتم الاقتراع على النسبة الدوائر بتصير عشرة كل لبنان مؤسسة إلى عشر دوائر وأكد الوزير السابق ليون أن هذا النظام وافقت عليه شريحة واسعة من الأفريقاء السياسيين مشددا على أن القانون يجب أن يقر في أقرب وقت ممكن هذا النظام الانتخابي اللي عم نحكي فيه صار لحديث هلأ يعني مبلغين موافقة من مروحة واسعة من الأفريقاء السياسيين بدأت تتبلور الأمور نشلبها اليومين وختم ليون أن التيار يتعرض لتشويه صورة وهو أمر تعودنا عليه ونحن نتهم بالطائفية نحن عم نتطلع على الموضوع بشكل أشمل أشمل بالمكان وبالزمان يعني نتطلع على أفق بعيد للمدى البعيد كيف نؤمن الشراكة الحقيقية في لبنان وعم نتعرض يعني رغم أنه نحن أكثر فريق سياسي عم نشتغل على بلورة هذا القانون عم نتعرض لسهام عديدة ولتشويه صورة وهذا شيء صرنا معاودين عليه يعني اليوم يجب هنا أنه طائفيين تبا النزام طائفي كل شيء في لبنان طائفي تعيين حاجب يقوموا بيعملوا مشكلة عليه كرميل طائفي وقت يجي الموضوع لموضوع عنوان الانتخاب لا أنتم طائفيين تبا نزامنا طائفي نحن علمنيين وآلا مبارح الوزير باسي بدكن علمينية كاملة أهلا وسهلا